مجدداً مع المزيد من مصطلحات كمومية أو مصطلحات رياضية تنظيم أو تنسيب للواحد أو تنسيب أحادي بالإنجليزية Normalization في الرياضيات هي عملية حسابية بسيطة لتبسيط النسب وهي على نمط النظام المئوي المعروف مع الاختلاف أن النسبة طبقاً للنظام المئوي تقع بينه 0 إلى 100 بينما في التنسيب للواحد تقع النسبة بين 0 و 1 مثال إذا كان عدد طالبات الجامعة الفين طالبة من ضمن 5000 طالب وطالبة قلنا طبقاً للنظام المئوي أن عدد الطالبات يشكل 40% من عدد الدارسين وطبقاً للنظام التنسيب للواحد تكون نسبتهن 0 إلى 4 حيث يرجع المجموع الكلي إلى 1 استخداماته يستعمل التنسيب للواحد في الأنظمة التي تحتوي على أعداد كبيرة من الجزيمات كما في الديناميكية الحرارية كما تستعمل في ميكانيكا الكامل استطلاحات أخرى في مجال الإحصاء وتطبيقاتها يحمل مصطلح التطبيع Normalization وفقاً العديد من المعاني ففي أبسط الحالات يعني عملية ضبط القيم التي تم قياسها وفقاً لمقاييس مختلفة وذلك الوصول إلى مقياس تخيل المشترك أما في السياسة الدولية في استخدام نفس الكلمة Normalization إلى بمعنى تعبير عن تطبيع أو كلمة تطبيع العلاقات بين الدولتين كانتها في حالة خلاف أما في الطب نقول أن صحة المريض قد عادة طبيعية أو عادية Normalization بعد العلاج ترجمة نانسي قنقر